زار عضو مجلس القيادة الرئاسية طارق صالح ما قرى البرلمان البريطاني والتقى المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب من أجل اليمن وتناول النقاش الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحقيق السلام في بلادنا والمخاطر الكبيرة التي يشكلها استمرار هجمات ميليشيات الحوث المدعومة إيرانيا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والتي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي ومصالح الشعوب في كل أنحاء العالم وقدم عضو مجلس القيادة العميد طارق صالح لمحتان عن الأوضاع الإنسانية في بلادنا وأطلع الحضور على الجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسية والحكومة اليمنية لاستيناف العملية السياسية والتزامهم المستمر بالانفتاح على المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل من جهتهم أكد البرلمانيون البريطانيون دعمهم الثابت للحكومة اليمنية ورفضهم القاطع للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد الملاحة الدولية مشددين على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية موسيقى 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 موسيقى